اشتركوا في القناة يمكننا بناء عالم أفضل ومستقبل أكثر إشراقا من أجل الأجيال القادمة من خلال التعاون إلى التنافس كل ثقة أن هذا الأخير لابد له لا محال أن يؤدي إلى تدمير كلا المتنافسين من خلال التعاون وتطبيق العوامل الثلاث التي يجب تجسيدها في أنشطتنا اليومية سنساهم بشكل كبير في تحصين هذا العالم وجعله مكانا أفضل وأنا أؤمن بذلك حقا ليس من أجل أنفسنا فقط أو أحبائنا أو مجتمعاتنا أو الانتماء الذي ننتمي إليه لكن من أجل البشرية أشبع الفضول وكيف تعمل الأشياء وكيف تدور الأحداث هي في الحقيقة المفاتيح الرئيسية لجعل العالم مكانا أفضل لماذا؟ إن الإجابة سهلة نحن مجتمعون عبر العوامل الثلاث التي تواحد كل البشر على هذا الكوكب أولا مصدر الخلق ثانيا التكوين الجسدي والروح ثالثا الأخلام والطموحات في مرحلة طفولتي كنت معتادا على مراقبة النجوم وفي كل مرة كنت أردد متمنيا عندما أكبر أتمنى أن أكون قادرا على اكتشاف شيئا بسيطا وسهلا يشفي أمي ويشفي العالم أجمع كان لدي خوف شديد من إمكانية غياب والدي كنت وإخوتي مقسمين إلى جزئين لكي تتم تربيتنا من قبل عمومنا من أجل تخفيف الحمل على أمنا الحبيب لأنها كانت تقضي فترات طويلة في المستشفى من أجل العلاج هذه الحادثة المرعبة كانت تتكرر بالسمرار كل سنتين أو ثلاث سنوات طيلة الفترة الباقية من حياتها قبل أن تخطفها من المنية بسبب سرطان الرحم الذي أنهك صحتها لقد عانت الأمراء لمدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة وشريت لها سبع عمليات جراحية في بطنها وتم إرسالها خلال تلك الفترة إلى المملكة المتحدة ثلاث مرات من أجل إجراء العلاج الكيميائي فقدت أمل بعد فشلي في تحقيق أول أحلام طفولتي وطموخاتي حاول والدي بكل ما أوتي من قوى ومقدر على البحث عن علاج نهائي لزوجته الغالية لم تكن حكمته في قوة شفاء كافية من أجل إنقاذ حياتها بل ولم تكن كافية حتى لتحميه من الموت الغامض الذي رقاه قبل وفاة والدتي بعشر سنوات قد يكون صدى كلمة موت غامض غريبا على الآذان حسنا حسنا انتهى الأمر بمأساة في اليوم الذي كان والدي مدعوا فيها للقاء المرحومة أم جلال السلطان السابق سبب وفاة الوالد كان مجهولا في اليوم الذي سبق وفاته التقى بسيدة أم السلطان الراحل في قصرها ثم عاد بعدها إلى غرفته في الفندق في صباح اليوم التالي وبعد تناوله لوجبة الفطور وافته المنية خارس كل قبار العائلة على إخفاء هذه المأساة حتى مع سمرار في البحث عن الحقيقة كانت المأساة الحقيقية في القصة أنني أنا وأخي صغير لم نكن حاضرين حتى في آخر اللحظات قبل أن يوار جثمان وارد الثري كلانا كنا ندرس في مصر والرحلة الوحيدة التي كانت متوفرة للعودة إلى الديار كانت بعد أسبوع على وفاته لم يتم إبلغنا بشيء عن وفاته تلقين اتصالا من السفير العماني الذي طلب منا أن نحزم حقائبنا لأن سفرة قد حججت التذاكر ورتبت الرحلة من أجل عودتنا إلى الديار لكن لم يتم تزويدنا بأي معلومات أو سبب لفعل ذلك منذ ذلك الحين أعلنت وفات واردنا مأساة عائرية أغلق الملف لا بد للحياة أن تستمر وهكذا تخرجت باختصاص مهندس مسح الكميات أحد فروع هندسة الإنجاءات لم أتوقع أبدا أن إدمان العمل سينقل لي مأساة واردين تم تشخيص بالتهاب الجيوب الأنفية وأصبحت الحبوب التي يصفها لطبيبه الوقود التي تشعر مأساتي تدهورت حالة الصحية خاصة بعد إصابتي بسلسلة نوبات الرب متتالية نجوت أو بالأحرى كنت على حافة الموت ثلاث مرات كانت الأدوية الموصوفة بمثابة الوقود التي تلهب نيران المعاناة وتنقل المأساة إلى السلسلة من الشقيقة الصدع النصفي وألام أسفل الظهر وصلت إلى مرحلة خطيرة وكنت قليقا حول ما الذي سيحدث بعد ذلك الرهاب الناجم عن مآسي والدي عاد إلى الظهور وكنت خائفا من الموت في سن مبكر تاركا خلف طفلين ما زال في أمس الحاجة إلي كنت حريصا ومتمسكا بشدة لكي لا أسمح لتاريخ أن يعيد نفسه وهناك أتت اليقظة بادية كأنها المصباح السحرية لجني علاء الدين لكن أطلق عنان هذه الأخيرة من خلال حلم أيقظني على الساعة الرابعة صباحا كعصف ذيني جبار تجربة المطبخ كانت أكثر من ناجحة ليس في شفاء ولكنها غيرت حياة العديد من الأشخاص أيضا ومن بينهم جميع أفراد عائلتي لقد انتشرت الأخبار بسرعة البرق عن طريق تناقل الحديث بدأت تصل لدعوات لإلقاء محاضرات في المدارس المحلية وأماكن العبادة وجمعيات صحية والمستشفيات والجامعات والمؤتمرات إلى آخر محليا وإقليميا ودوليا كل هذه الأحداث لعبت دورا كبيرا في جذب انتباه مختلف وسائل الإعلام استمرت الحكاية في النمو بشكل واسع وسريع وفي عدة أنحاء العالم أحسست أن ثاني أحلامي وطموخاتي في طفولتي اقترب من التحول إلى حقيقة من جهة أخرى أدت الأسطورة إلى العديد من التحديات حيث بدأت السلطات الصحية بالتدخل والاعتراض معاملت إياي بشدة كأنني دجال أو مشعوذ الشد التحدي عندما بدأت في مقابلة كبار المسؤولين بالجهات الحكومية في البلاد باحثا عن دعمهم لكن لم يسعني تحقيق أي من ذلك بلغ حد ألم ذروتها عندما التقيت بأعلى مسؤول حكومي في السلطة الصحية لأول مرة وضح لي وأكد عن حالة دخول زوجين مواطنين إلى السجن بسبب سعمالهما بيروكسيد الهيدروجين لعلاج الأشخاص لحسن الحظ أنني نقلت في كتاب ما يبين المخاطر الصحية لشرب بيروكسيد الهيدروجين باعتباره مادة سامة في تلك اللحظة كنت قد بدأت التحرك بالفعل نحو التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق طموخي بشكل كامل ولكن كان عارض فكرتي بشدة قائلا أنه قد سبق وأصدر توجيهاته للرتبة التي تليه بتشكيل وقيادة فريق عمل من الأطباء وفنيي المختبرات من أجل إثبات ادعاءاته بعد ثلاثة أشهر من الانتظار بصبر تم إسقاط كل شيء وعدنا به من قبل ثاني أعلى سلطة في الجهة الصحية الحكومية قائلا أن وحدته الحكومية تختص مهامها فقط في تقديم الرعاية والخدمات الصحية بالمشتشفيات والمراكز الصحية ولا تختص بأي دراسات سريرية بحثية وعندما حاولت إقناعه وتوضيح له نتائج الاجتماع بالمسؤول الأعلى في نفس تلك الجهة الحكومية الصحية فكرر اعتراده قائلا لكي توافق وحدته الصحية بلغني أحضر موافقة من قبل منظمة الصحة العالمية كل محاولاتي في إقناعه أن منظمة الصحة العالمية لا تتعامل مع الأفراد بل مع الوحدات الحكومية والمنظمات باءت بالفشل تزامنت هذه الحديثة مع طلب مقدم إلى هيئة البحث الحكومية من أجل تمويل الدراسة البحثية السريرية والتي تم رفضها بعد ذلك بسبب افتقارها للفوائد الاقتصادية جميع الأبواب أصبحت مغلقة الشيء الوحيد المتبقلي هو السعي خلف طموحي على أرض الفرص الولايات المتحدة الأمريكية كل أقربائي وبما فيهم كبار أفراد العائلة المقربين لي حاولوا إقناعي بالبقاء في بلدي من أجل حياة فارهة التي كنت أتمتع بها ماديا واجتماعيا مع عدى عائلة مباشرة من زوجتي وولداي اقترب مني عمي الأكبر سن وحاول لآخر مرة معي قائلا نحل بحاجة إليك كشف لي أن الحكمة التي كان يتمتع بها والدي قد انتقلت إليه مع طريق والدهم وتلك الحكمة انتقلت إليه أكدت له أن قرار ناتج عن قوة قاهرة التي لا يمكن صدها أخبرته أن التاريخ قد أعاد نفسه منذ قصة جدين الذي هاجر إلى أفريقيا مع أطفاله الصغر الأربع مواجها ظروفا مجهولة لعيدة أشهر في وسط المحيط استسلم عمي وباتت دموع تنهمر من عينيه بعد بضعة سنين من توجهي إلى الولايات المتحدة تلقيت نبأ وفاة عمي رحم الله أرواقهم التطورات التكنولوجية الضخمة حاولت هذا العالم إلى عالم مذهل بالعجائب لكن ما الذي يحدث بصحة البشر؟ لماذا ما زلنا نرى الاختلاف الواسع بين تداول متسارع لمنظومة الرعاية الصحية والنمو الخيالي للتكنولوجيا؟ لقد قسمت جائحة كوفي 19 الأخيرة العالم إلى جزئين كبيرين على مستوى الأفراد والمجتمعات والمنظمات والعائلات وإلى آخره حسنا حسنا ها هو المفتاح السري التعامل مع البشر أسوأ من حصان برية هل ينتابك الفضول للإستفسار حول ذلك؟ افتح عينيك بعناية انظر إلى المرآة حضق فيها بعمق لتقفز إلى روحك مباشرة اسأل الشخص الآخر الذي يقبلك في المرآة وهو أنت هل أنت مصنوع أم مخلوق؟ لابد أن الجواب واضح أنا مخلوق ولس مصنوع أنا كائن حي كل جزء من جسمي بأكمله يمثل نظاما متكامل من هيكل جسمي تم خلقها أنا أعتمد على تقوية وسدامة كمالي أنا أصحق أن أتبع نفس الأسلوب الذي خلقت بها كمال خلقي حدث مع الوجود الحصري للموارد الطبيعية الغير حية جميعها تمثل الوقود الطبيعية الأساسية التي اعتمد عليها تكويني ونمو الجينية بأكملها من دون أي تدخلات بشرية قتى لحظة ولادتي هذه الوقود الطبيعية موجودة في كل مكان أعيش فيها لقد أصبعت أحمقا اليوم استيقظت قرار نهائي دون أي مجال العودة يقود العالم بأسره مسنين الذين وصلوا وتجاوزوا العصر الذهبي كلما تم حفره في عقول المسنين من شأنه أن ينفي أي تطور محتمى كلما تقدم بهم السن أصبحوا أسوأ من الخيول البرية سلسلة الطفارات الأخيرة سهمت بالفعل في تغيير تاريخ العالم هذه العاصفة العالمية القوية قد بدأت بالفعل لقد عبدت الطرق أمام الأجيال الشابة ممهدة بسجادة الحمراء من أجل تولي القيادة في جميع المجالات من بينها السياسة والعلوم والمجال الأكاديمي إلى آخرها تنشطت مناعتهم الطبيعية مثل الاندماج الذري للحماية ضد كل سلاسل الطفارات التي قد تواصل التطور مع الأسف سوف تستمر المأساة بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشدة على المصنوعات من أجل الحفاظ على صحتهم وحمايتها لأولئك الذين وصلوا إلى العصر الذهبية لديهم الفرصة السانحة لإنقاذ أنفسهم مع تصريحاتهم بتسليم مناصبهم القديمة التي كانوا فيها معصوبي الأعين من أجل الكشف عن الحقيقة المتمثلة في أنهم جزء لا يتجزأ من الكائنات الحية يمكنهم البدء على الفور في تنشيط وتقوية أنفسهم مع الموارد الطبيعية الغير حية التي تعتمد عليها أنظمتهم من أجل الحفاظ على قوتها لقد حان وقت تسليم تيجانهم القيادية إلى الأجيال الشابة وأن يتقعدوا ليعيش عصرهم الذهبين مسترجعين ذكريات شبابهم من شهر العسل مع عصر مختلف العصر الذهبية إلى كل شخص الكرة الآن في ملعبك إنه قرارك الشخصي لتحديد مستقبلك لا أحد يستطيع أن يعيقك ابتأ هذا العام بالأمل بعيدا عن اليأس لتحقيق أحلامك وطموخاتك من خلال تطبيق الهاكواباثي كمغير لقواعد اللعبة أعدت بواسطة الدكتور فارس الحجري رئيس ومؤسس هاكوا وينس بلاكسبورك فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية مؤسس إعادة الإنعاش بالهاكواباثي الطب الهاكواباثي الهاكواباثي هاكواوينس.com فارس الحجري.com المساعدة والمراجعة قيس الحجري ابن الدكتور فارس الحجري الأكبر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة